مرحبا بكم في قناة تحفة يوب هذه الاموال لانا اجيبني ليرد سلال مرتبك بقوله الاعفاءات قام بها اويحيا في 2018 ولست انا حيث حمل المسئولية الكاملة لاويحيا الذي كان بجانبه ليضيف القاضي بقوله انت وهو تتحملني مسئولية الاموال مما جعلهما تحت الصدمة كما اعترف سلال القاضي بعد الالحاء على الاجابة معترفا بان سعيد بوتفلي قهوة من عينه بالمنصب مع العلم ان مختصون يتحددون عن كون الرقم الذي بدرت هذه الحكومة بلغ 36000 مليار وهو رقم يعد صدمة كبيرة ويفسر كيف دمر الجزائر بنهبهم اما يوسفي فكذلك طرحت عليه العديد من الاسئلة حول صورته في قضايا فساد عدة يوسفي توجه بطلب للقاضي قائلا هل يمكنني توضحه بخصوص ملف السيارات ليرد القاضي بالرد السريع لا لما تقدرش ما وضعه في موقف محرج اما اويحيا لكونه دئب العصابة واكثرهم حينكا فهو الملقب برجل المهمات القادرة اذ انه طوال المحاكمة كان يحاول المراوغ عن الاسئلة التي توجه اليه اين كان يبرر افعاله التي دمرت الاقتصاد بانساقها اما في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة او قوانين كانت تسمح له باخذ القرار لكن اكثر شيء حسير به اويحيا بعد ملفات الفساد التي تتبت فساده هي مواجهة القاضي التي سأله انت لديك حسابين بنكيين وبارد لم تصرح بهما وحركة الاموال بلغت فيها 30 مليار سنتيم في دار في ثلاث سنوات والامتيازات التي كان يمنحها كالرشاوي هذه الاسئلة احرجت اويحيا ويحاول المراوغ فيها في انتظار كيف ستكون الاحكام عليهم في قادم الايام فما هو الحكم الذي تره مناسبا عليهم شاركونا بارائكم في التعليقات كما لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا والقاضي يفجئ سلال وعلي حدد باسئلة قوية البداية مع رئيس الوزراء الاسبق سلال الذي يوصل صناعة الحدث بتصريحاته الغريبة بداية يبدو ان سلال اشتقى للشيطة كثيرا مجددا حيث بدأها بقوله انه يريد المشاركة في انتخابات دوسور مضيفا انا ممنوع علي الانتخاب لكن لو ساركوني ساكون الاول ورح يعرض كيف كان يسير البلاد في دلغية بوتفلقة المغيب بسبب مرضه خصوصا في اخر خمس سنوات قبل سقوطه مع العلم ان السلال كان يدعي حينها ان بوتفلقة بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل عادي جدا اما الان كشف نفسه بهذه تصريحات الغريبة واثناء هذه تصريحة تدخل رجل اعمال سابق على حدد حيث طلب من القاضي تمكينه من سماع تصريحات عبد الملك سلال لان الصوت منخفيد جدا نظرا لكونهم مربوطين عبر الانترنت بالمحكمة من سجونهم فحدد خاف ان يكون السلال يتكلم عليه ليرد السلال واحرج علي حدد بقوله انا نجاوب على القاضي وانت ضبر راسك حيث احرج كثيرا حدد بهذا الرد من سلال واضحك البقية فرغم الصدقة التي كانت تجمعهم سابقا الا ان كل فرد حاليا يحاول النجاة بنفسه بل وفي غالب الاحيان كل شخص يحمي المسؤولية للتاني وبعد الموقف المحرج الذي تعرض له علي حدد تدخلت هيئة دفاعه وقالت ان موكلهم من حقه السماع لتصريحات كل متهمين في الجلسة لتتوتر الاحدث في تلك اللحظات ثم عاد السلال مخاطبا علي حدد ما تخافش مرا نش نهضر عليك وضحك الجامع مجددا ثم عاد السلال للحديث بقوله كنت انتظر ان يتم سكرمي مقابل ما قمت به فاذا بهم يأخذونني الى الحراش مضيفا اصبت بكورونا في الحبس ونقلت للمستشفى لمدة عشر ايام على اتر ذلك والان تعافى طبعا هذا ووجه القادي السلال بكل اذلة وقال له انت متهم بمنح امتيازات غير مبررة فسلال كبد الخزينة العمومية خصائر بمليار دولارات وسهم في تحطيم الاقتصار الوطني بسبب الفساد حيث قال السلال انا اللي في قلبي على لساني ضمير مرتاح جامي درس افعال مشينة هكذا وصاني بابا ولا استوراج الفساد اوباما يعرفني حيث سرد مجددا قصته المزعومة مع اوباما التي اضحك بها الجميع كما حول مسئولية كل قراراته الكاريتية وفساده اثناء حكمه للرئيس سابق بوتفلقة شخصيا بقوله انه كان يطبق برنامج بوتفلقة ليس الا وكان ينفد كل ما يأمره به لا غير نشر مؤسسه جوليان بيكي وطائق هاما توضح كيف يلعب حاليا على حدد ورقته الاخيرة من اجل محاولة منع استرجاع الجزائر لاملكه الموجودة بالخارج خصوصا وانه تم مصادرة املكه الموجودة بالبلاد جاء في هذه الوتائق ان مستشارة علي حدد في باريس واسمها سابرينا قامت هذه الاخيرة بتقرب من محيط ترامب وتحديدا من الرئيس تنفيدي كريسيان بوريش الذي كان مستشار في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب وشاركته حقاقت تروة هائلة مع العلم ان هذا العقد الذي تم ابرمه من مستشارة علي حدد بلغ 10 مليون دولار حيث نقلت معظم الجرائد المحلية هذا الخبر نظرا لأهميته واتقال الملف لتفتح قضية جديدة على علي حدد خصوصا وانه من الواضح ان هذه الخطوة جاءت كمحاولة من علي حدد من خلال لجوء الى مجموعة الضغط الامريكية لتصوير قضيته على انها مجرد انتقام سياسي منه خصوصا وانه كان على خلاف كبير مع الرئيس الحالي تبون تحديدا عندما كان تبون وزيرا اول وتم اقالة تبون مباشرة بعد طرده لحدد فالساعد بوتفليق حينها كان صديق حدد ودفع عنه وتم اقالة تبون كما حاول حدد من هذه الخطوة التصوير ان محاكمته غير عادلة مع العلم انه محبوس منذ العام الماضي وعليه حكم بثمانية عشر سنة وحكم اخر ايضا بسبع سنوات مع غرمات مالية كبيرة ومصادرة كل املكه داخل وخارج الوطن في انتظار الملفات الاخرى مع العلم ان علي حدد احد اكبر من سبب خسائر للخزينة العمومية حيث كان على الرأس ملف بجانب او يحيى وسلال وولات الجمهورية ووزراء اخرين اظهر الملف عن نهب وتبديل المال لعم بشكل مهول بلغ اكثر من مائة واحدى عشر مليار سنتيم وبدفعه لعشر ملايين دولار للوب الضغط اي مائة وسبعون مليار سنتيم يتعقد عليه الامر وينتظر محكمته على هذه القضية قريبا مع العلم ان هذه الحلم متوسلا القدس بقوله انا عمري ثلاثة وسبعون سنة وفي اخر حياتي اريد ان اموت في بيتي وبين عائلتي فلا تحرموني من هذا الحلم اين اضاف انه لا يريد الموت بالحبس وهو الذي بات نحفا جدا مرهق النفس والبنية كما ظهر في اخر جلسه الا انه هذه المرة حافظ على الابتسام العريضة اما علي حدد فهو الاخر ظهر بوجه شاحب وجسد هزيل مسود الوجه وقلق من مجرية المحاكمة لان هذا الملف تقل جدا وهو الذي عليه عدة احكام اكبرها بثمانية عشر سنة فهذا الاخير سبب خسائر ضخمة وفلكية للخزينة العمومية يعتبر علي حدد من اكثر رجال الاعمال الذين سببوا درارا جسيما على الاقتصاد الوطني وتروته لا تعد ولا تحصى الا انه فقدها على اتر الحكم عليه بمصادرتها جميعا ليفقد بذلك لقبرج الاعمال ويخرج حتى من قائمة اترياء الجزائر والقارة السمراء مع العلم ان علي حدد عندما ينتهي من الجلسات بالمحكمة من هذا الملف وتصدر الاحكام تنتظره ملفات اخرى ابرز ملف قوي هو ملف عشر ملايين دولار الذي دفعت له بضغط امريكي من امواله اذ ان التحقيقات جارية في هذا الملف وفي امتدار المفاجأة التي ستكشف فيه وكذا الاسماء التي ستسقط في القاضية ايضا حيث سقطت امبراطوريات كبيرة للمال الفاسد منذ تحرك العدلة وفتحها لملفات فساد من العيار التقيل